تعالى قضية الابتلاء في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا و ارتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض ارتباط هذه النعم التي تصبغ على الإنسان كثيرا من الرفاهية و الراحة بتقوى الله تعالى و الصلاح ماذا يعني هذا في قضية لو تناولناها في إطار الابتلاء نفسه أيضا شكر العبد لله تبارك وتعالى يورثه طمأنينة نفس و يبصره حينما يكون شاكرا لله عز وجل فهذا يعني أنه مقدر للمنعم مؤد لحقوق هذه النعمة هذا الذي يبعثه إلى أن يستغل ما سخر له من خيرات الأرض و السماء فإيمانه و علمه و وثيق صلته بالله تبارك وتعالى كلها أسباب تدفعه إلى حسن الاستخلاف في هذه الأرض إلى أن يفهم إلى أن يعي حقيقة الاستخلاف و عمارة هذه الأرض و الإصلاح فيها نعم و لذلك هذا ناموس من نواميس الله تبارك وتعالى و لذلك تقدم أن كما أن البلاء يمكن أن يكون نتيجة لتقصير هذا العبد فإنها بسط النعم و إزالة أسباب البأساء و الضراء نعم أيضا تكون أثرا يمكن أن تكون أثرا لجوء العبد إلى الله تبارك وتعالى و صدقه معه و تقواه له عبد فردا كان أو مجتمعا أو أمة نعم يعني هذه كلها نواميس يكمل بعضها بعضا و لا تضاد بينها أو شدود نعم إذن هذا